نظم عدد من المواطنين وقفة مؤيدة للنائب عمر درويش عضو مجلس النواب وذلك على هامش قمة المناخ كوب 27 وتأتي تلك الوقفة احتجاجا على ما حدث ماهو أمس سلثاء خلال جلسة العدالة المناخية من جهته قال النائب عمر درويش أن استعداء الغرب على مصر لا يقبله أي مواطن مصرية متطرقا إلى إثارة قضية مواطن مصرية تمت محاكمته وإدانته احنا اللقافة دي هنا علشان المؤتمر المعمول في شرم الشيخ بتاع تغيير المناخ اللي ماينفعش أي قضايا سياسية تخش فيه بأي طريقة ممكنة ولا أي أهانة تحصل هنا تمام احنا هنا علشان نشوف مشكلة المناخ اللي بتهدد العالم كله وممكن سبب أخطار مستحيلة قدام بالنسبة للتغيير المناخية ده مش لازم ندخلها في القضايا السياسية ده مجرد مؤتمر المناخي عادي خالص فماينفعش يدخل في منهولش علاقة خالص بالقضايا السياسية أنا جاي عشان أشارك في المؤتمر المناخ وأقول إن المؤتمر ده معمول مش عشان أي قضايا سياسية وأي حد يطلع من السجنة أو كلام ده إحنا بنشارك في المؤتمر ده عشان يوصل لكل العالم